فيه موضوع بيشغل بال ناس كتير ناس شغالة في مجال السياحة وناس عادية اللي عايز يسافر يعمل شغله بره مصر اللي عايز ييجي من بره مصر من الخارج إلى الوطن موضوع الطيران احنا في رأي عام عرفنا من مصادر خاصة انه بدءا من واحد يوليو قد يعود بشكل كبير جدا الطيران العارض الشارتر هيرجع إلى مصر لكن طبعا الطيران العارض هيرجع للمدن الساحية زي الغراءة وشرم الشيخ ده بالنسبة للطيران العارض ايضا علمنا انه الطيران الدولي الطيران المنتظم يعني مش العارض قد يعود في موعد يعني مقدر ب15 يوليو يعني منتصف الشهر المقبل لكن المسألة دي تتوقف على ايضا حالة الدول اللي هتيجي منها طيرات وحالة الدول اللي احنا هنبعث لها طيرات يعني الطيران المنتظم قد تكون عودته من 15 يوليو الطيران العارض من 1 يوليو ده اللي احنا يعني عرفناه من مصادر خاص